كيف حالكم ده ما أعزوكم جهزتوا بالسي فيهات؟ طيب قبل ما تجهزت على كده واحدة واحدة هنقعد نفكر مع بعض إزاي أعرف اختار الوظيفة اللي تناسب إمكانياتي ودراستي وخبرتي لو عندي خبرة مالة وهو أنا عملت انتانشب عملت تدريب في مكان إلخ 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 أعمل إيه وأنا بكتب السي في بتاعتي أقدم إزاي إلى آخره طبعاً ضير في العزيز أو الاسم اللي في البطاقة أحمد عشور بس إحنا عارفين دالي أول مرة قبلنا كان من سنة ونص سنتين إلا أول مرة إزاي كدالي أعمل إيه؟ أخبارك إيه؟ كله تمام؟ كله الحمد لله عزيزة تعالي نبدأ من بدري أنا علشان أبدأ أفكر في الوظيفة اللي تناسبني أفكر فيها بعد ما أتخرج ولا أفكر بعد ما أنا خدت السنوية العامة وبختار التخاصيل بتاعي جوا الجامعة مصبوط طيب خليناً زي ما قلت لحضرتك نبدأ من بدري أنت أول ما بتروح إنترفيو أو بتعمل لك مقابلة شخصية أول سؤال بيسأل لك إيه؟ عرف نفسك فأنا جاي أقول لك عرف نفسك لنفسك أنت لازم يبقى عندك معرفة شخصية وده اللي بنرجع له من العلم النفس مثلاً بيديك شوية أدوات تحليلية نفسية بتقدر أن أنت تحلل أنماط الشخصية اللي طبع لك يعني بتشوف نماط الشخصية بتاعك مناسب لإيه وبناء على إيه فبيجي مثلاً سيجمان فرويد وشوية علماء كده عملونا اختبار تحليلية شخصية وأنماط الشخصية بينقسم إلى 16 شخصية مش هتخرج عنه اللي اختبار بيقول لي بربعة مراحل بتقدر تعرف إيه لي أكتر مجال وإيه أكتر نمط شخصية مناسب لي معنى الكلام ده إيه؟ معنى الكلام لنا هو شخص اجتماعي فبالنسبة لي أن أنا أبقى في مجال الإعلامي يبقى كويس لو أنا متحدث يبقى في المجال الإعلامي كويس لو أنا حد بيعندي مهارة التحليل والأرقام في مجال المحاسبة يبقى كويس لكن لو أنا شخص مش اجتماعي ينفع بقى مزيع ما ينفعش لازم يبقى عندي مهارات تواصل وغلباً ينفع لا بس يعني علمياً مش ينفع أصلاً أنا شخص أنت سوشل أوكي خامس بس أنت عندك مهارات الإلقاء مهارات التواصل مهارات التحدث قدام جمهور صح ولا أمعندكش الرهبة صح كده بالضبط فهذا اللي بيعمله التحليل الشخصية بالنسبة لك أنت بتعرف إيه الطائب بتاع الشخصية بتاعتك بيخرجش مباراً 16 16 شخصية لازم تكون صادق قويس أو أنت بتجاوب عن ألمات الشخصية ما تخدعش نفسك خالص عشان نطلع تحليل نقيق هتضر نفسك ولازم تجاوب بالإجابات اللي فعلاً أنت مقتنع بيها مش اللي أنت عايز تبقى عليها عشان تقدر تحل شخصيتك صح حلو دي النقطة الأولانية يعني عرفت أنا إيه أكتر حاجة مناسبة ليا إيه أكتر حاجة ملايقا معي زي البدلة كده مثلا أو البدلة دي كويسة بس مش ليا لحد دي كويس طب أنا عشان نعمل كده بدخل على ويب سايت معين ولا بخش على أبليكيشن معين فيه كتير بجيب سيرفي وضعه ده موجود هتلاقيه عندي على المنصة ده لجابس.com أنا منزله بتحليل الشخصية والأناط الشخصية ويدي نبزة عن كل نمط وإيه أكبر مجالات أو أكتر مجالات هتكون ملأم لكل نمط من ألمات الشخصية دي أول خطوة دي أول خطوة نجي للخطوة الثانية هي اختيار الميول المهنية أنا عايزة بقى إيه أنا نفسي بقى إيه إيه أسأل نفسي سؤال مثلا إيه الوظيفة اللي أنا مستحيلة أشتغلها يعني أنا واحد أنا مستحيلة بقى محاسب مثلا مش شايفني في المحاسبات طيب إيه أكتر حاجة أنا حبيب إن أنا أبقى باشن بيه أو هبقى مبسوطة لسه مش عارف دي كلها ميول وشعور أنا لسه مش عارف فبسأل نفسي سؤالة أسئلة بيجي دور المؤسسات الكبيرة وأنا مبسوط أول بيعملوا دلوقتي بيعملوا إيه بيعملوا سامر انترنشيب أو جيرني بيبقى سامر ترينيج جيرني بياخد رحلة كده الكانديدات أو الطالب لسه هو في الجامعة في سنة ثالثة أو في ربعة المرشح وياخدوا في رحلة تعالي باشا حضرتك عشرين واحد هيجي وخشوا قسم الحسابات لمدة تلاتة أيها يعرفوا كل البروست اللي بتمشي وإيه العمليات والمهام الوظيفية أو الديلي تاسكس اللي بيعملوها ويخشوا بعد كده خلصوا بيعمل أستثمت اللطيف اللي فهمه من مجال المحاسم بعد كده يخش على مجال الـ HR ياخد برضو نفس النالج وياخد المعرفة ويشوف بنفسه الناس بتاعت الـ HR بيشتغلوا إزاي ثلاثة يام ويخش على الماركتنج بيوضح حوالي أسبوعين كل الشركات والمؤسسات العالمية في كل المجالات بتاعمل أخدك في الساحة الجوة المنشأة بالضبط يعني مثلا سيء مؤسسة القناة الأولى القناة الأولى بياخد حضرتك في قسم الأعداد يشوف الأعداد بيعمل إزاي وإزاي ياخد نفس الحركة وروح الانتاج وروح الإخراج والتحرير والمونتج والمنتج بالضبط في آخر الانترنشيب انت جربت حك كتير جدا وأقسام كتير جدا وبيتعملك الناس اللي معاك بتساعدك الأكسبرت أو الخبارة في كل المجالات بيساعدك بيقيمك في الأول والآخر على حسب الأداء بتاعك أو حسب التفاعل بتاعك في التدريب بعد كده انت بتبقى حاسس آه والله هنا الموضوع ده ده بالنسبة لي مناسب جدا خلصنا الميول المهنية أجيب أشوف أنا اتوارتي قرناء يعني هي بالنسبة لي زي ما قولوا كده بلغة السوق جاي بهمها ولا لأ هل ليها سوق يعني المجال اللي أنا بتكلم فيه ده اللي أنا حابة خش هشتغل كاتب هل ليه سوق هينفع بالضبط هايجيب تلوس هكبر فيه بالضبط فيه كارير باث فيه تطور مهني فيه فيه ترقيات فيه هقدر ان أنا أنضم المؤسسة كبيرة أو هكده خلاص أنا كده حدت وعملت رحلة ضطيفة واقتبرت نفسي خلاص أنا بقيت عارف أنا إيه أكتر حاجة مناسبة لي إيه أكتر حاجة فات بالنسبة لي حاجة لازم أنا من قناعاتي الشخصية وميولي واتجاهاتي والحاجات اللي أنا مؤمن بيها بتطلع في الاختبار ده ده اختبار علمي بحث مطبق وبيطبق في كل دول العالم ببعارف نفسي أول حاجة أنا لازم أبعارف نفسي نعارف أنا عايزة بقى إيه دي أول خطب حلو وإحنا عايزين نطمن إخواتنا وحبائبنا اللي لسه متخرجين من السنوية العامة واللي لسه فريش جادوتس أو لسه حديث التخرج الأدوات دي سهلة وبسيطة جدا مش مؤقدة خالص أنا بقول لحالك التولة هي الأداة اللي أتقدر تستخدمها طيب بالنسبة للسنوية العامة بقى نيجي لحطة اختياري الكلية أنا لازم أبقى مذاكر كويس قوي قبل ما أخشي كلية المذاكرة ما انتهيتش عند السنوية العامة أنا هختار كلية معينة عشان أنا مجموعة جبت مجموعة معينة فالتنسيق وداني كلية معينة أنا عندي رغبات رغبة أولة وتانية وتالتة ورابعة وخمسة أنا من وقت ما أول ما النتيجة تظهر لغاية ما التنسيق ينتهي أنا بذاكر برضو بذاكر الكليات والأقسام والتخصصات اللي جوه الأقسام الفرق بين إعلام قسم صحافة وكلية أدب إعلام قسم صحافة وأعرف كل التفاصيل وأعرف كل المعلومات دي أنا بمنطقة البساطة هتلاقي ناس اكسبرس أو خدوا التجربة قبلك عايزين يأثروا عليك الطريق فزي ما قلت لحضرتك عملت كده دليلك الشامل على دليجوب سوت كوم دي منصة من الآخر مجمع لك كل السورشيز عشان مطوش زي ما كنت بكلم حضرتك قبل الحلقة في التكنولوجيا وفرت لنا مصادر كبيرة جدا وكتير جدا بس في نفس الوقت شتتتني أنا أبدأ في المجال ده ولا أبدأ في المجال ده فأنا بالنسبة لي الأسهل بالنسبة لك كلية عليها إقبال أنا أعمل لها دليل شامل بكل التفاصيل وكل التفاصيل فمهم إن أنا أبقى فاهم ولو بشكل شامل كده سريع مش بمزيد من التخصص البرامج بتاعة الكليات دي إيه أنا لما أخش هدرس إيه مزرور لك أنا عايز أطلع دكتور طب أنت عارف الناس بتدرس إيه طب عارف التخصصات طب عارف كل التخصص ما تلزم إيه عايز أطلع مهندس عايز أطلع كمبيوتر ساينس عايز أطلع أين كان طيب دي كده المرحلة طب المرحلة اللي بعدها ما تضلي دي قتيل أوكي المرحلة اللي بعدها أنا خلاص اتخركت هنجيب بقى عشان الموضوع اتخركت بقى من الجامعة اتخركت أنا لازم أؤهل نفسيك في المعارات الشخصية الخاصة بقى زي مهارات التفاوض ومهارات حال المشكلات وأهم مهارة هي مهارة البيع دلوقتي انت بيبيع نفسك أو السلينج سكال انت بيبيع مهاراتك بيبيع البرودكت لو هتشتغل في السيدز لإني مجال قوي جد عايزك تركز كويس قوي بعد ما تخرجت على ايه أكتر الحاجات المطلوبة بسوق العمل العالمي ما تبصش تحت رجلت صح في نطاق الواثع لإني فيه ناس كتير عاوية بتتكلم في الزكاة الاصطناع والبرمجة ومطلوب عليها بس فكرة سوق العمل الناس ما تعرفوش ان هي فكرة العرض والطلب كل ما الناس يعني لو كل لو الناس بقت مبرمجين مش هيلاقوا شغل فهو يبص على سوق العمل الخارجي فيشوف ايه أكتر مجال مناسب لي ويبدأ يثقل نفسه بالمهارات الشخصية الخاصة بي بلاس كمان المهارات الفنية والتقنية اللي يبدأ من خلالها يخش في المجال اللي هو يعني لازم ناخد فيها وقت تاني ازاي اختار المجال الخاصة طب انا هكتب السيفي بتاعتي كويس what to do what not to do ماذا يجب أن أفعل وماذا لا يجب أن أفعل كويس بالنسبة للسيرة الزتانة لازم أكون فيها دقيق في الحتة المعلومات الشخصية الخاصة بي من ناحية الحالة الاجتماعية والموقف التجنيدي من الجيش ويكون كاتب فيها التخصص أو الانشي بتاعي أو المجال اللي أنا مهتم به وباكتب الخبرة الشخصية الخاصة بي وباكتب الخبرة الشخصية الخاصة بي وباكتب المدة الزمانية اللي أنا اشتغلت فيها ولازم يكون عشان فيه استعب معين professional في نظام اسمه ATS اللي هو automatic tracking system ده نظام الشركات بتحطها الشركات العالمية عشان تفلتر الـ CV من قبل ما يوصل الـ HR أصل فلازم أبقى عارف إيه إزاي أكتب CV احترافي وعشان أنك تصل الوقت هنكتب برضو مقالة توضيحية بكافة التفاصيل على داليجابس.com هيكتب داليجابس.com هيلاقي دليلك من أول مخالص صنوية العامة لغاية ما اشتغلوا الأشخاص خش طبق بقى على طرف بالضبط ولأحتاجت مساعدة كلمني على ساعة أنا هعمل كده أنا هكلم أشكرك يا دالي إنقاء صغير بساعة مفيد ومركز جدا مفيد جدا لولادي اللي هم في الساعة العامة وولادنا التانيين اللي بتخرجوا دلوقتي علشان يبقوا عارفين هيعملوا إيه في حياته